في متاهة بحث المواطن العربي عن المواطنة المتساوية وتخلص من صياط الأنظمة الدكتاتورية انعقد مؤتمر عرب المستقبل من أمة رعاية إلى أمة مواطنين ضمن مساع فكرية مستمرة منذ شرارة الربيع العربي في 2011 لتجاوز مراحل الاستبداد على عتبة موجة الربيع العربي الثانية في السودان والجزائر ومع ارتدادات الثورات المضادة التي حاولت كسر أحلام الشباب العربي الذي خرج في موجة الربيع الأولى تكثف اليوم المساه العربية للدفع بالمجتمعات للولوج إلى أمة المواطنة المتساوية والعدالة والأنظمة الديمقراطية التي تعيد القرار إلى مصدره الشعب وتتجاوز فكرة احتكار السلطة والمال في يد الحاكم محاولة لأن تتجاوز الأمة العربية حالة التي وأنظمة الانتهازية والقمع والظلم والتحول إلى الدولة المدنية ببلورة رؤية موحدة معبرة عن مطالب وأحالة المواطن العربي الذي انفجر في وجه الاستبداد لانتزاع حقه وحق الأجيال القادمة في الحرية والعدالة في توزيع السلطة والثروة ثروة الشعوب التي استنفع بها الحكام وتقربوا بها للمستعمرين الجدد لحماية كراسيهم وأقمع صاحب الحق ومصدر الحكم الشعب الذي أرادته الأنظمة أن يبقى مستجدياً ومنشغلاً بلقمة العيش بعيداً عن مطالب الحرية والمشاركة السياسية أنا أو الطفان من بعد تجلت هذه العبارة في محاولة مواجهة أنظمة الاستبداد لموجة الربيع العربي هذه الأنظمة التي ربطت بقاءها بالاستقرار الاقتصادي وعملت على إحراق الأرض وإهلاك الحرث والنسل واستجلبت التدخلات العسكرية الخارجية والثوارات المضادة حين قالت لها الشعوب كفا الملف الاقتصادي والتجويع أحد أدوات الثوارات المضادة لإخضاع الشعوب وإعادتها لبيت الأنظمة الساقطة بأوجهها الجديدة لكن يبدو أن تلك المحاولات لم تجد نفعا فالشباب العربي لم تهزمه سطوة الثوارات المضادة وترسانتها الاقتصادية والإعلامية والعسكرية بل اتسعد دائرة الربيع العربي لتشمل دولا أخرى ترجمة نانسي قنقر